موسيقى موسيقى أكل ما فيش والله دوبت أنا دوبت العادة بدي أكل نفسي أكل نفسي بحاجة أكلها أولاد صغار ومش لقين الأكل فنهارهم قاعدين إيش منا نعمل يعني إيش بدي أقول لك أكتر من هي ما الكل عارف الوضع والكل شايف الوضع موسيقى بالهلا بيقينا بتأكيات عا كل تحالي بأنه بقينا تعيي ألي هالكي anecdote لا تكيّة ولا في روز ولا في إذاكي ت marker جيبّl'نا حاجة كله مقطع بو İş Precontin treffen مية وخمسين والله 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 معنا وكل يوم عدس كل يوم عدس كل يوم يا بقينا من التكية هل قسرنا كل يوم عدس من هاللي بقوا يعطون اياه والله جفاف معايا جفاف لفيت السوق كله برأس البصل حقه خمسة عشر شاكل كله البصل سبعين ثمانين شاكل بندورة ما فيش بطاطا ما فيش طب ايش نعمل ايش اعمل انا والله نفسي ااكل جاجة نفسي ااكل لحمة نفسي ااكل كبدي ممكن شهرين ما حق يمكن اجتنا مرة جاجة وما خلنا فيش اللي هي من دون السنة ما فيش اكل وما فيش مصاري قد قلنا نحكي ع الشمال عنده مجاعة وشفقنين عليه وندعي له الله يبعث له بالرزق وبعث له الطيارات اللي بقى التحدى فالحين احنا صنع زي هو نروحنا ع التكية بتبقى طافحة ما بقى اذا بقى لاهمرت أتصل لأقول لك خلص الخبز طوابير ما بتلحقش بتنبغص عشان يجيب لك نص رابطة خبز ولا رابطة خبز مش قادرين نشركس نطحين وقول لك المسوس ب 75 شكل طب انت من عندك تجيب 75 شكل لا جوزك قادر يشتغل ولا ابنك قادر يشتغل شو الحياة اللي عايشينها؟ يعني هم بصنوا في ايش موتونا وإحنا طيبين ولا بق معايا أولادنا تكتلوا الخبز مش لقيين الجوع كتلينا ايش لوحد يعمل كلها؟ ايش لوحد يساوي؟ تعب يعني الصحيح الواحد تعب بطل يقدر يتحمل قرائبه ماتوا ولاده ماتوا بطل يبدو بطل يتحمل وفصلوا بين الازلام و الناسوين حطوا الازلام عشاجة والنسوان عشاجة مشوا النسوان وجاع عدور الازلام عشاجة ووقفنا طابور وعا الكاميرا بلنا وقتين على الكاميرا اعتقلوا بعض الناس واطلقوا صراح بعض الناس تانيين وفيه على حمودة كمان حاجز يعدنا فيورض أكتر من ساعتين في هالشمس كان الجيش يقولنا طملوا روسكو طملوا روسكو تطلعوش فينا وكان هاتوا هوياتكو كان يفرز عشرات عشرات واخد هوياتنا ويفحص على الجوال واللي معلوش شي كان يمشي تقصير محمل موسيقى المدينة تحركت على دور موسيقى وقود في موسيقى اصدرت ونحن لا أعرف ما يجعلون وقومنا نعدي في الضوء وما رغب الغصر أجي يطلعونه موسيقى 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 يعني الناس قاعدين بتمشوا في الشوارع بيشتروش خضرة بس بيطنعوا زي هيك بتمشوا بروح لانه الاسعار غالي كله البندرة بخمسين وكله البصل باربين الاسعار نار يعني اليوميته مثلاً 30 شيكل ايش بديو يشتري فيها مثلاً بديو يشتري فيها ايش حبتين بندرة حبت بندرة على الفاضي يعني الاسعار نار جاش فيشي جاش من شهر للشهر لما نشوفه مر اكل فيشي فيشي الناس بتتمشى في الشوارع انتا شايف الناس كلها هاد ادي بس بتتمشى تشتريش والله في بعض الزبائن بيجون يعني معهم مش مصاري وما الواحد بحزن وبيقولهم خدوا لله يا شيء الناس وضحة صعب الحياة مزاي زمان والاسعار غالي وفيش مصاري انتاري بعد تتكفى فيشيء يعني مش موجود في امريكا مش موجود في الاتحاد الاوروبي مش موجود في الدنيا كله هيتها وهيكوا شايفينوا وتسمع الدنياكم شايفينوا معلوم وشايفينوا ما بشيء لنكون انت بتاخدها بالشيء يعني تاتفى الاسعار اليوم انت بتقدرش بحطي ذلك عليها يعني انت بتتحكي في كيلو بندرة مسلاً بعدها حقها مبالغ عالية يعني مبالغ مبالغ كيلو بنظور رواح كيلو بطاطا قديش يمانا كيلو نمونة خضار نار نار تقليح يعني الله يكونوا بعونة اللي عنده ولاده عنده أسرة كبيرة كيل بدي يوفر له من وين يجبله من وين شوف يتمشي في السوق ويسأل وشوف رأساره أنا عايش ندبر حاله على أقل القليل لأنه أنا مجمور بدأ عيش يعني سبوعا فيه أو ما فيش بدأ عيش ما فيش مجال يعني إنت إحنا قاعدين بنصارع من أجل البقاء بنصارع من أجل البقاء لأولادنا نحن مش بالك عنه المكينة بلا ساعة ما فيش تحيل في السوق فيش تحيل كيس تحيل فوق المتين شكل من وين بدنا نقدر نجيبه طب أنا والد شهيد لليوم ما قبضناش إحنا راتبنا واقفة إحنا قاعدين واقفين هنا بعض وقات بناخد ربطة الخبز ومعض وقاعد وقات بلحق ناشي الدور منروح فضيل منروح فضيل يعني بعض وقات إحنا منوكل إحنا أولادنا بعض وقات ما منوكلش بابيش حاجة بالسوق السد ولا حاجة ولا إيش بقلب السوق موجود لا سيرج ولا سكر ولا شاي ولا سمى ولا فراخ ولا لحمة ولا سمك والخضار البندورة 50 شكل الكيلو من وين يجيب يا عمي؟ معناشي أنا واقفين عشان ربطة الخبز باجي من الصبحيات لها الجيس لها العصر لما نبصر أخذ ربطة الخبز أنا إلي من الساعة سبعة الصبح عشان أخذ ربطة الخبز أطعم الولاد صغار ولادي طبعا وفش ولا سيرج ولا سكر ولا طحين ولا لحمة ولا سمك كله سبب الاحتلال الصهيوني سكر علينا المعابر نص نهار بسيبه بسيب أطفالي من الساعة 8 إلى الساعة 3 بجيب ربطة بسيب أطفالي وأنا نازحة وضع تعبان أشبك تحفل وضع حرب هناك ناس حد مدرسة يعني تعبنين يعني تعبنين جدا جدا إحنا شاعب إن ظلمنا إحنا شاعب مصنوب إحنا شاعب من طالب بإقامة دولة لنا ونعيش بكرامة زينا زي العالم إحنا من طالب العالم كله يقف معنا بوقف إطلاق النار وعقاء وحل قضيتنا الفلسطينية إحنا بدنا نعيش زي العالم ما هو عايش نعيش بكرامة إحنا بدنا وطن إحنا دعاة سلام مش دعاة حرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة